زي ما انتم شايفين بيعملوه بيطلعوا الكمون ازاي بيضربوه بيفضل يضربوه فيه كده لحد ما يطلع الكمون من الجماش اللي عبش بتاعه ثم بعدها ياخدوه وينظفوه وبعد كده بيتم يعني على اكتر من مرحلة زي ما انتم شايفين بعدها بيتم عملية الهز اللي هي هنشوف فيها دلوقتي اللي هو التصفية او النظافة بتاعة الكمونة هو زي ما شايفين بالزبط كده اه وزي ما انتم شايفين اه بيعملوه بيطلعوا الكمون ازاي بيضربوه بيفضل يضربوه فيه كده لحد ما يطلع اه الكمون من الجماش اللي عبش بتاعه ثم بعدها ياخدوه وينظفوه وبعد كده بيتم يعني على اكتر من مرحلة زي ما انتم شايفين بعدها بيتم عملية الهز اللي هي هنشوف فيها دلوقتي اللي هو التصفية او النظافة بتاعة الكمونة هو زي ما انتم شايفين بالزبط كده اللي اللي بيتم اسمك ايه اسم غطاس اه ارفع المايك بس كده شوية امسك المايك بس شوي ماشي عم غطاس بقول لي عم غطاس الكمون ده انت اه بيزرع في شهر كام في شهر حداشر حداشر اه ومعات لاخر اثناشر لحد ده اخر اثناشر اه في اخر اثناشر بيبدأ اه ده خلاص ده موسم الزراع بتاعه خلص موسم انتهى كده اه تمام طيب بيتحس بيتحس ده امتا في شهر كام احنا 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 فول اربع طب الفدان يتكلف كام يعني تكلف كام في زراعته يعني مش كتيرة جاوة ام انا اخده بتاع فدان اخده بتاع ده انا اخده بتاع ربعين كيلو ثلاثتين كيلو هزبس الفدان يتكلف كام فلوس يعني زراعته تتكلف كام فلوس بتاع تلاتة اربع تلاتة طيب التسميت بتاعه ليه وضع مختلف تسميت يعني عالطافيه هو يكن ياخد صبر وسلفات وبتاس وعالحيه ياخد شفر وفي ناس ممتديش وفي ناس ممتدهوش طب انتو في الحصاد ده بتحتاج العمال انا شاف كلها ده عاملة من الستات اغلابها يعني هو لازم يدعام لما انفحش فيه بركات حصارت حصاد بالايد والدجة هو بالايد لان الدراسات اما تلوكو اه ما انفحش الدراسة لازم انت تضرب شجورة من البرنامو